المتابعين الكرام في أمامك العربية السعودية أسعد الله أقاتكم بكل الخير إليكم نتصرة الأحوال الجوية الأسبوعية هذا الأسبوع الذي يحمل معه تقلبات كبيرة في الأجواء وأجواء حارة ومغبرة في العديد من الأيام تتأثر المملكة بمرور لمنخفضات جوية خمسينية هذا الأسبوع ولها سيكون اليوم الأحد وغدا الأثنين وآخر يوم الثلاثة والأربعاء نبدأ هذه التوقعات الجوية بنهار اليوم الأحد المتوقع أن تسود به أجواء مستقرة في كافة المناطق مع احتمال ضعيف لأن تهتوا الزخات محلية محدودة من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تكون درجات حارة أعلى من المعدلات المعتادة لمثال الوقت العام بقليل وتسجل درجة حارة مثلا في العاصمة رياضة 32 درجة جمعية 29 درجة جمعية في الدمام 25 درجة جمعية في جباجن وبغرب المملكة 30 درجة جمعية في جدة 34 درجة جمعية في المنطقة الشمالية 32 درجة جمعية في تابوك و32 درجة جمعية في المنطقة الشمالية مع ساحات العصر والمساء تنشط الرياح الغربية المثير للغبار في المنطقة الحدودة الشمالية تشمل بذلك الجوف وأيضا أجزاء من عرهر وأيضا ربما تصل إلى رفحاء والأجواء تكون في تلك المناطق مغبرة بشكل عام يوم الثمين غدا يتوقع أن يطرأ ارتفاع على الدرجات الحارة يبقى التقس مغبرة في المنطقة الشمالية لكن تسجل درجة الحارة في العاصم رات 35 درجة مئوية مع أجواء حارة تكون إلى الـ 21 درجة مئوية ارتفاع قليل على درجات الحارة في الدمام تسجل 31 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 24 تتراجع فرص الأمطار تماما في المنطقة الجنوبية الغربية وتسجل درجة الحارة 26 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 13 درجة مئوية تكون الأجواء مشمسة في جدة 31 درجة في ساعة النهار 28 درجة مئوية في ساعة الليل أجواء غائمة جزئيا مغبرة بعض الشيء 34 إلى 22 درجة مئوية في تابوك والمنطقة الشمالية تتبقى مغبرة 29 إلى 19 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى اعتبارا من يوم الثلاثات تأثر المنطقة درجيا بمنخفض جو الخماسيني جديد لكن تعتدارات هذا منخفض الجو الخماسيني ستكون مختلفة إذ يتوقع يوم الثلاثات أن تنشط الرياح الجنوبية بشكل كبير على المنطقة الغربية تحديدا في منطقة جدة تسجل درجة الحارة أيضا 35 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 28 أجواء تكون حارة ومغبرة بشكل عام مع نشاط كبير في سرعة الرياح رياح قوي جدا أيضا في المنطقة الشمالية من المملكة تسجل 35 إلى 28 في تابوك مع أجواء أيضا مغبرة كذلك الأمر في المنطقة الشمالية 35 إلى 28 درجة مئوية تبقى درجة الحارة في العاصمة الرئيس على ما هي عليه يوم الثلاثات بحيث تسجل يوم الثلاثات 35 في ساعة النهار والصغرى 24 الثلاثات إلى 25 في المنطقة الشرقية 26 إلى 12 في المنطقة الجنوبية الغربية يتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني يوم الأربعاء بحيث تهب رياح شديدة في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والشمالية كما نلاحظ معظم هذه المنطقة تصبح مغبرة منطقة جدا يتوقع أن تكون الرياح عليها قوية بالإلغاية مثيرة بشكل كبير للعواصف الترابية تدني لمدى الرؤية الوفقية وارتفاع في درجات الحارة سجل 36 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 26 30 إلى 9 درجات مئوية في تابوك الأجواء مغبرة 29 إلى 12 أيضا في المنطقة الشمالية 38 درجة مئوية في العاصمة الرياض وهي قيم صيفية متوقعة في العاصمة الرياض والصغرى 26 مع أجواء مغبرة 35 إلى 25 في المنطقة الشرقية 26 إلى 13 في جبال جروب غرب المملكة مع أجواء هناك تكون مشمسة ومغايرة عما عليه الحال في باقي المناطق يوم الخميس يتوقع أيضا أن تبقى الأجواء حارة في القسم الشرقي والأوسط من المملكة لكن تراجع لافت في درجات الحارة في الأجزاء الغربية والشمالية من المملكة مثلا تراجع في جد إلى 28 في ساعة النهار والصغرى 23 مع حبوب رياح شمالية غربية لطيفة تلطف من درجات الحارة 19 إلى 7 في تابوك مع تراجع لافت في درجات الحارة والأجواء غالبا مشمسة وربيعية 21 إلى 9 درجات مموية في المنطقة الشمالية مع سمار النشاط الرياح المثير للغبار 26 إلى 13 في المنطقة الجنوبية الغربية 37 إلى 25 في الرياض والأجواء حارة من عمق الصيف ما زالت هناك و37 إلى 25 في المنطقة الشرقية والدمام والأجواء أيضا تكون حارة يوم الجمعات تستمر للأجواء حارة بشكل عام في المنطقة الوسطى والشرقية مع درجات حارة عالية جدا تتراوح في رياض 38 درجة مموية في ساعة النهار 37 درجة مموية في المنطقة الشرقية لكن تستمر درجات حارة في المنطقة الشمالية والغربية ضمن المستويات المعتادة الربيعية قصد نستطيع أن نقول تكون 21 إلى 10 في المنطقة الشمالية 22 إلى 9 في تابوك 27 إلى 22 في جدة و24 إلى 12 درجة مموية في المنطقة الجنوبية الغربية إذن هذا كل ما هو لدينا من طوقعات لهذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى أسبوع متقلب في أيام درجات حارة مرتفعة في أيام هناك مغبار شديد متوقع وانخفاض في درجات حارة في اليومين الأخيرين من هذا الأسبوع تمنى أن يكون أسبوعا مباركا عليكم جميعا دمتم بخير ومحبة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر